حلحول المدينة ونتحدث عن حلحول المركز الآن والتوجهات عند القيادة الفلسطينية بتقسيم الخليل إلى أربع محافظات المحافظة الجنوبية في يطا الجنوب المدينة في دورا وما حولها والخليل بالإضافة إلى بيت كاحل وتفوح محافظة وحلحول المركز لمحافظة الشمال هل أنتم في سياستكم أيضا تميلون إلى هذا الاتجاه أو تطالبون به الآن بقوة وذلك سينعكس بطبيعة الحال لما تكون محافظة تختلف عن لما تكون مدينة تابعة لمحافظة لنكون واضحين في هذا الموضوع وهذا بالمناسبة موضوع حساس ونتمنى أن لا يساء فهمهم من البعض أولا نحن مع وحدة الخليل نحن مع وحدة الوطن نحن من منطلق واقع الخدمات التي نقدمها ومنطلق انخراطنا بالمجتمع الفلسطيني بالتأكيد أننا ملتحمون مع الأرض والإنسان في هذه المدينة ولكن لنكون منصفين واقع الخدمات في محافظة الخليل بشكل عام هناك مشكلة صحيح سواء من النصيب التي تحصل عليه المحافظة من السلطرة الوطنية على صعيد التنمية أو من وجود مراكز صحية أو من وجود مقار للوزارات لتسهل الخدمة على المواطنين نعم صحيح فهناك رؤية مشتركة لدى العديد من الأطراف بما فيها بلديات مؤسسات متقفين قيادات في محافظة الخليل بأن تكون هناك أكثر من محافظة في محافظة الخليل ولنكون دقيقين جدا في هذا التعبير هذه الفكرة نبعت لتعظيم الخدمات ولزيادتها نعم وليس لأي هدف آخر قد يحلله البعض هنا أو هناك الخليل أكبر تجمع سكاني في الوطن أكبر تجمع جغرافي في الوطن أكبر تجمع اقتصادي في الوطن صحيح الخليل بحاجة إلى مزيد من الاهتمام نحن لا نستطيع أن نبقى ونحضر وقتنا فقط في تشخيص المشكلة نحن بحاجة إلى حلول منذ عشرات السنين ونحن نتحدث أن الخليل بحاجة والخليل بحاجة إلى العديد 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 من الميزانيات التنموية من البنية التحتية من الدعم للمشاريع الاقتصادية الموجودة بالأفق لا يوجد حق لا يعقل وهذا ذكره يعني عذرا على المقاطعة دكتور قبل يومين أو ثلاثة كان هنا أخي قائد شرطة الخليل وقال أنه يعني زيادة مخصصات الخليل أو يعني تقسيم الخليل لأربع محافظات ربما أيضا سينعكس على الجانب الأمني فلا يعقل أن تدار محافظة الخليل ثلث الضفة بمرتب شرطي كغيره من المرتبات الأخرى في المحافظات التي يعني الواحدة منها بتعادل حلحول وحدها كمدينة وبالتالي لما ما يكون في دورة شرطيين شرطي مرور واحد يكون في يطة أربع خمس شرطة في حلحول بعرفش إذا في أو فيش في مركز شرطة على الكمب هون يعني أحيانا نلحظ وجود شرطة وهذا ولا يوجد في القرى الأخرى في نوبة في مركز يعني في اثنين ثلاثة هذا يدلل على أن المحافظة مرمية يعني دعني بعد أن أشكرك شكر كبير على هذا المثال والذي ينسحب على كافة القطاعات فيما يخص موضوع المحافظات نحن كنا في لقاء قبل فترة وسيطة مع وزير الداخلية وبحضور عطوفة محافظة الخليل وذكرنا هذا المثال بشكل عميق جدا على سبيل المثال للحصر مدينة حلحول لا يوجد فيها شرطي مرور واحد وهي مركز محافظة هناك عدد متواضع جدا من قوى الأمن الذين دعني من خلالكم أن نوجه لهم كل التحية على ما يقومون به من دور كبير وعبئ أيضا لديهم عبئ كبير فيما يقومون به يعني الشرطي في محافظة الخليل قد يكون يعمل بعشرات الأطعاف شرطي في أي محافظة أخرى عدد سكاني كبير شرطي لكل عشرين ألف مواطن مثلا لا أعلم الإحصائية الدقيقة واضح أنه هناك مشكلة وهذا ليس فقط على صعيد الأمن وكاسة ماي لكل عشر مواطنين وأيضا هناك مشكلة على صعيد المياه كما ذكرنا قبل قليل أيضا هناك مشكلة في وجود المراكز الصحية والخدماتية مستشفى عالية الحكومي يخدم ما يقاره 800 ألف بنيات نعم صحيح يعني هذا المثال غير موجود في أي منطقة في فلسطين نحن نؤكد حتى نكون واضحين في هذه المسألة نحن مع هذا التوجه طالبنا القيادة الفلسطينية بشكل رسمي في أكثر من لقاء بتبني هذا التوجه على صعيد خدماتي نتمنى أن يرى هذا المشروع وهذه الفكرة وهذا المقترح النور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر